مرحبا بكم رجعنا لكم في درس آخر بخصوص سترينج هالمره راح نتكلم على الأداة الـ ACN ACN طبعا هي اسمها ASCII STRING CONCATNATE CONCATNATE يعني خلي نبسطها أكثر هذا البلوكة وظيفتها أنه تدمج لك ثنيا سترينج A و B تدمجهم إليك وتخزنهم إليك في الـ C أيضا سترينج فهذا هو وظيفتها بالنسبة لهذه الدالة ضفتها الـ ASR اللي أخذناها هذه الدالة راح نسوي لك بالنسبة للـ 2 و 3 إذا اوكي راح تنقلك 1 الى N70 دعنا نفتح الـ STRING مرة اثنين بالـ STRING إذا اشوف ونفتح الـ بالـ STRING إذا انت جاي تشوف عندي بالـ ST9.0 test وعندي بالـ ST9.1 string بالنسبة للـ اللي أريده شنون اللي أريده هذي الدالة تشيك بين الـ 2 و 3 2 و 3 إذا مطابقت هنجا يشوف هما مطابقت إذا مطابقت تخزين لي بالـ N 7.0 تخزين لي شنون تخزين لي 1 هنا حسنا نحاول الـ RUN نجي نشغل هذا البت اللي هو الخامس سوي لـ Toggle Bit ما نخزين رقم 1 هنا ليش لأنه ما مطابقت لما أفعل هذه الأداث هذا البلوك سوف تنقل لي محتوى SOURCE A مع SOURCE B اللي هو 0 و 1 اللي شرح يصير رأسه Test String و رح يشابه مع هذ في الـ ST9.2 بالتالي رح هنا يصير عندك واحد هسنا نحن سوي الـ copy انتبه لي هنا على هذا الجهة حسنا نقلت لي التست مع SOURCE و جمعتهم في الـ ST9.2 بالتالي اصدع سوي تشيكينج تشيكينج بين الـ 2 والـ 3 اللي هو هنا الـ 2 والـ 3 راح يطلع عليك هنا OK راح يطلع عليك True حسنا نحن سوي تشيكينج طلع عندي True بالتالي مخزن في N7 colon 0 أوكي كان برنامج بسيط يعني المهم انت رفض هذه الدوال بالـ String جاي يسوي وصلت عندك فكرة اليوم حد هنا أشكر متابعتكم على تشيكين وصلت